تيك نوز في تيك نوز لليوم نحكي على واتساب اللي أطلقت النسخة التجربية لتطبيقها على نظام التشغيل أندرويد وتجلب معها تصميم جديد لواجهة خاصية الكاميرا الخاصة بالتطبيق التصميم الجديد يختفي فيه زر التصوير مع دائرة الزرقات الداخلية بش يتحول إلى زر أبيض مع تغيير في لازيكون فلاش و لازيكون كاميرا مع إضافة إمكانية الاختيار في الصور الموجودة النسخة التجربية اللي جيت بعد أيام قليلة من إطلاق نسخة أخرى تجلبت معها برشة مزاية أبرزها إمكانية الرد على الرسال من الإشعارات مباشرة بالإضافة إلى مجموعة من الخيارات لجهات الاتصال والمجموعات وخلفية الشاشة وعرض اسم المستخدم والحالة مع صورة الشخصية هذا معنا في تيك نوز دليوم متابعة طيبة ترجمة نانسي قنقر